اشتركوا في القناة هذيكش نجم ان نقدم لا ما فاماش خدمة ما فاماش خدمة ما فاماش رؤية ولا استراتيجية لحل المشاكل اول حاجة الاحتجاجات هذي مشروع طبيعية واليوم فما نوعين فما احتجاجات لعدم الافاء بالوعود وفما احتجاجات لانه ما النجم ناخذ حقي كان ما نحتاج ونخرج للشارع هذي مشكلة الحل كونه الدولة ولا الحكومة اليوم اتصارح الناس وتعمل مخطط واضح لكل منطقة ويناقش في الولاية معناه يتناقش في الولاية مع الناس اللي يمثلوا المنطقة والناس كي تكشفلها على الوضعية الحقيقية وتبدأ تحضر خطر هو العملية معقولة معناه كتشوف انت فما شركات نفطية والمنطقة الكلها شباب ما يخدمش وما فهماش حتى مجرد تكوين انت الشباب ما تكونش فيه اليوم ما فهماش تكوين للمجال اللي هو نجمي يكون موجود فيه مشكلة كبيرة اليوم ما فهماش مؤسسات ولا شركات قابضة تاخذ شركات النفط في العالم الكل كيمشيوا لأي منطقة عندهم دور اجتماعي اجتماعية اكيد مسؤولية اجتماعية مسؤولية اجتماعية يساهم بميزانية سنوية لبعث مشاريع في المنطقة وتكون شاركة هي متجمة تخدم الناس كل مو هذة تو خدمنا الناس كل وفورا معناه هذا لا ما انت بعطيتوش حلول انت مش خليتو انت لو كان فما الميزانية هذية من المفروض تكون شاركة ما بين المؤسسات هذية النفطية والدولة لبعث مشاريع في المنطقة تقول الناس ما عاشت له واجعل شركة النفطية والصحر يدخل ويخدم في وصل البلد غبيه ليستثمر في تونس اليوم ولا لا بالعكس اذا كلم قلتو انتي معناه من الغباء اني اليوم نجي نستثمر في تونس لا انا طبعا هي تم تسويقها بطريقة هذية ما الجملة مخذوهاش كاملة لانو انا عندي وضعية خاصة معتيني انتي شنو المعقول كي انا بش نجي نستثمر وانا عندي قضايا مفتوحة لكلها بمعنى الضحية مؤامرة سياسية وكيفاش بش نستثمر انا رجع له انا رجع له نحكي خلينا في جانب لا موجه غبيه الاستثمر في تونس انا هوين معجبتنيش الجملة ذي انا ممكن تعطي تصويرها للمستثمر الاجنبي وكذا هاو رجل اعمال تونسي وسياسي وكان في السلطة وليوم في المعارضة وكذا يقول كلم كي من هكا ها سامحني تحبني انا نجي نستثمر المستثمر انا مش يجي واحده رأوا القاطر قاطرة الاستثمار هو المستثمر التونسي باي المستثمر التونسي لابد كي جي تشوف انتي شوف ما ناخذش الحالة نتاعي انا لانه انا رجل اعمال اللي نمارس في السياسة وذيكا وسيلة ضغط علينا ولكن يجي اشوف حتى رجال الاعمال الاخرين اللي ملفاتهم ويقف عندهم ستة وسبعة سنين مهمة جدا كيفاش هو مش يخدم خطر رجل العمال هو اللي عنده العلاقات هو اللي يجيب المستثمر الاجنبي والمستثمر الاجنبي حسب القانون لازم يكون معه شريك تونسي هذا هو معناه هو القاطرة لابد كونه نحلو الملفات هذه ما نخليوش الملفات للانتخابات كانوا هذا سليم الرياحي رجل العمال في الاصل وعنده فلوس ويقلقنا وعنده توجه سياسي ضدنا حلو دوسي وخليهولو والمستثمر والمستثمر التونسي نحلوها المشكلة هذه هذا الحال يلزم نفصله ما بين السياسة والاستثمار والوطنية فما وطنية فما من إمام وطنية يجب يكون موجود عند العبادة ذهم اللي في السياسة نقول القضية اللي من 2012 اليوم البارح لساعات قداش من ساعة بحث البارح سليم الرياحي قدام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي احنا من عاش كملت مضي ساعة يمكن من العشرة ثلاثة سواعة ونصها كاكا ولكن نره كبرت كأنه نستخيله في احنا مسلسل ولا فيه فما ناس كانت تتوقع عنك ما تشتروح تيلا توكلام هذية تيشنو فما ناس استنى الأبقاء خد نقر عنوين الأبقاء على سليم الرياحي في حال تراح معناها كانت متوقع العكس تيلا هذي الإجراء القانوني ولكن اللي صار كانو دي جاء نص الوقت نحلو حتى قاضي التحقيق بالكتب ويحلل في تهمة شبه طبيضة الموال كيفش تكون دي جاء فما نقاش قانوني صار ما بين المحامين وقاضي التحقيق وهذي كاية ولكن الموضوع في حد ذات وما خدسش ساعة ولو كان أنا عندي إشكالية اللي عمل لي المشكلة نهار الأول وعنده حاجة ثابتران يعاد ما توقفت منه من 2012 من اللي كانت المعركة في بدايتها القضية مرفوعة من 2012 قيمة قلت أنت قيمة أموالي بتونس تبلغ هذه البارح 450 مليون دينار وأمتلك كل المؤيدات التي تثبت كيفية وصول أموالي إلى تونس والاتهام وجهته إلى حزبي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية بالوقوف وراء هذه التهمة بتبييض الأموال علش التهم فيهم زوس لأنه هم أصحاب القضية لم أكن الشركة ولجا مواطن ولجا طرف آخر قام بالقضية اللي قام عليها بالقضية هي لجنة التحليل المالية في البنك المركزي ولجنة التحليل المالية نيكون مستقل بنك المركزي مستقل لا ما فهم ماش تحت أمرت محافظ وتحت أمرت رئيس الحكومة وتحت أمرت رئيس الدولة واحد نظاوي وواحد ندائي وواحد تجمعي وواحد دستوري في الفترة هذيك أنا كنت نشكل خطر وما لقاوا حتى شيء علي يا أخي هما عملوا الهدية هما عطلوا لك مشروع مسليان قال لك حمدي جبالي حتى انثبتوا من مصدر الفلوس ما كملوش معانا من ناحية أخرى حلوا القضية من ناحية الثالثة بعثوا للعالم الكل يلوجوا على سليم الريحي شنو يلقاوش عليه غلطة ينجموا يشدوها ما فهم أحد شيء وحلو قاعدة القضية اليوم قلنا بعد هالمنظومة ذيك تمشي وجيت منظومة جديدة قاعدة نفس الحكاية اليوم هو حسب رأيينا خاطر نتكلم في الإعلام ما نشبش نحكي على التفاصيل ولكن شنوه هو الطبيض للأموال هي مصدر الأموال مصدر الأموال اللي عتيتها بالتفصيل معناها باللي كونترال صدقة مع إدارات في الدولة ولا في الدولة الليبية معناها ما جيتش عملت كونترال تحت حيث أنا واحد وقتله ودخلت بيه فلوس اليوم الفلوس مصدرها مني واضح وقدمته وما فهم حتى إشكالية في الموضوع اليوم نحتاجه كونه خابير يعاود يراجع التفاصيل هذه وتتحفظ القضية هذا من حقي زادا فمشكلة ولكن أنا احترام القضاء وقاضي التحقيق لقيته المرة هذه يخذينا وقتنا فهم دوسي 100% ما نعرفش أنا مش حاضر هذه ريويتك هذه ريويتك ريويتك طبعا للي هذه ريويتك أي طبعا ريويتك هذية وهذا اللي صار معناها ما فهم حد شيء ونأكد لك أنا رو الطبيض الأموال هذية لابده كونه الفلوس كتقول شنوه بيغت عملية الطبيض هي مجهولة المصدر وقال فلوس مسخة انتعجية من مكاننا من تجارة فازدة هذا هو هذا الكله مش موجود عقود ثابتة باعتمادات بنكية حتى نهار حتى يوم من اللي جيت لتونس جبت فلوس في قفة يعني الكل جيت عن طريق بنك مركزي في الخارج من أي دولة يتعدى بنك مركزي تونسي يشوفوا مصدرها وتدخل لحساب انتاعي واضح والعملية هذية رأو بديت أنكيت تحلت علينا من 2008 خطر 2008 جيت بديت حبيت ندخل تونسي ونستثمر وبيت نشر فيه أراضي بنعلي في الوقت ذلك خضيت مجموعة من الأراضي ونفس الشي عمل لعنكيت وملقى حد شي البارح قدام القاضي التحقيق القطب القضائي المالي لشبهة تبييض أموال هذا عليش تم الاستماع عنه وهي قضية مقدمة من لجنة التحليل المالية من البنك المركزي منذ سنة 2012 وقال سليم أنه حتى من 2008 تفتح بحث في هذا أي معناها اليوم هل أنه بش تقعد وهذه بش تقعد المسألة هذه كل مرة تعطي ترحلك سليم الريح كل مرة فلوسه مشبوهة وهي جت من ليبيا وهي وعطتها لعيشة القذافي وهي كل كلم اسمعناه وهي ودرش نوة وهي فلوسه هرب بها بعد الثورة وهي فلوس تعطت لسليم الريحي باش يجي يعمل انقلاب في تونس وقت هالتحركات صارت في تونس والقذافي مزال في السلطة غادي هذا كل كلم اسمعناه ومزال بش تسمع وكل مرة بش عاود ويرجعولك ويقولوك نفس الكلم ايشنو الحل لانتبوه معناها اليوم باش تواجه الرأي العام ذول القذاة هو الحل هذا هو احنا ندعي الى استقلال القذاة وقفنا حتى في المساطقة على قانون مجلسة على القذاة معناها الاتحاد الوطني الحر نسحب من من جلسة ولكن اليوم انا نأكد كون المواطن التونسي مع الوقت تويبين انا عندي ثقة في القذاة ملف فارغ ما عنده حتى ما عنده حتى ما عنده حتى قيمة ما فيش حتى مؤيت من ناحية من ناحية اخرى ندعو الناس اللي في الدولة اليوم كونه يمشيوا الناس اللي هزت فلوس بالحق اللي عنده قضايا حقيقية اللي قاعدة تفقر في الشعب اللي عاملة دي كونت البر يتعاملوا مع مؤسسات عالمية تويخرجوا لهم الفلوس يشكون كل واحد شنوا عنده في حسابه هذا هو اخدم على هذو ما تو تربح في عوض تضربني انا تصلح توي الناس الناس تمشي معاك في الانتخابات توي انا اللي ما نفهموش توي معناها واحد يكون غبي ياسر غبي غبي جدا انو عنده فلوس مجهولة المصدر اسدي جابها بالغبرة جابها بالمنعر شنو وكذا يدخلها على البانك سنترال ما يعد ليبيا اقرب سهل ما فيش يتعملها في قف كيف ما تويه هشتر فلوس تونس في قف فيش كارة كح لو يدخلوا على رواحه مو كذا ومعا ويحظر يحط مليار على جنب فمتنيرشي بيه جماعة في اثني ودخل على روح معناها انا ما نفهمش علش علش هال تهم هذي بكشي عندك فلوس اخر لبرة جماعة شاكين فيها ويحبوا يربطوا الخيوط لا عادي يربطوا الخيوط فما مؤسسات في العالم اقوى من تونس بمئة مرة وفلوسي موجودة وما بين لندرا واليمارات موجودة عندي فلوس معناها في البرة وحسابيتي واضحة ونتعامل في دول عندها منظومة من نهارة اللي الفلوس تدخل للكونت دجاءة تعمل ستاند باي يثبت فيها مش احنا احنا بالنسبة لينا حتى العقود اللي قدمتها واضحة مع دولة وفلوس واضحة ودخلت بتاريقة باعتمادات بنكية معناها موضوع دوسي ما في حد شي فارغ فضيحة فضيحة انا دوبما تتسكر القضية مش نحاول في الفترة ذيك المجموعة في لجنة التحاليل المالية بش قوم عليهم قضية الكل كل خطر تعاونوا في موضوع فارغ موضوع سياسي بحث لضرب سليم الرياحي وفي بينهم يقول لك خلنا عملوا له هكذا وانا نكبسوه انا ما عنديش مناش نخاف ومواصل في المسيرة انتاعي هي ما رقدت كم من القضية لمدة تقريبا ما هو يستحقوها تقوها تقول لك مدام فما دوسي محلول خلي نجبدوه هذا يا توسلي من الرياحي ولا تخلي المعارضة ولا يتكلم بقوة وما عنيش مني نشدوه مني مش تدني وشو تعمل لي يعني بتعملي اليوم لاني مش مستحق فلوس من عندك ولاني حاشتي بدولة مش تدعمني ولا مش تجيبني لصالحك اليوم المصلحتك نخدم مصالحك الانتخابية اليوم كان فماشي حاول اغراء النواب والحمد لله النواب لانخلص فيهم ولحد شي قاعدين مؤمنين بدورهم في الاتحاد للوطن الحر والرسالة اللي يزم يقوموا بها قضية قضية هاي كفارغة مفاحت شي وتوتتسكر ونواصلوا المشوى شو اللي ربحت سليم الرياحي خليني في موضوع الفلوس تو دخلت 450 مليون دينار لتونس باي شعرنا فهمتو هذيك القضاة ويقول كلمته في الحكاية باي 450 مليون دينار وين مشيو شي صرفته في السياسة هاو عالحزب هاو عالنادي الافريقي هاو في كذا هاو عليش معنى كونك تفرخ شنو عليش شنو عليش هاذا نحب هكا هانا هاذا الراغبتي كونو نحب نخدم بلادي يخي عندي مش مش نعبيال تو هكا تغتخدم بلادي تصبح في النادي الافريقي يعاتش بي ما عنديش مشكلة مع النادي الافريقي اما كانت نجم كتقولي لو صرفت 18 مليار سنة 18 مليار يعملوا اكبر ما عمل في بخيالتك هذومة وكان وين يلعب بالفلوس لا مش حكاية يلعب شيخ بيهم معنى هاو معنى طفل صغير يعاتش بفلوس وشنهر 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 صلي عن بي انا تحملت مسولية لازم نكملها الاخر وكا هاو مشروع بالنسبة لي انا النادي الافريقي تجربة نجاح نحب نكمل بها الاخر ونحط اليوم ما تكلم حتى حد انا قد اش دخلت النادي الافريقي كان مسال في حدش المليار النادي الافريقي ما عنده حتى عقد انتع سبونسور ما عنده مع التليكوم ميتين وخمسين الف دينار كان جي الأول وكان جي الثانية ميتين الف ما فهماش قتلوا خلي فلوسك عندك هاتوا ان لعبنا بجمعية جمعية انتع مرضى السرطان المرضى السرطان أطفل المرضى بسرطان وليوم النادي الافريقي من هنا الشهرين ثلاثة أخرين الموسم القادم مش نلقاه النادي الفريقي يدخل فيه مليون دينار في الشهر هاو زادا نعلنها كونه حتى اللي حبوا يجيوا يشدوا النادي يقول لك هاو فيه فلوس خنجيوا ندخلوا الانتخابات الجاي ومش نعمل الانتخابات بعد في نهاية الموسم جلسة عامة تقييمية وانتخابات وراء النادي الفريقي عنده فلوس ومعاش بتقعد رئيس النادي الفريقي معاش بتراشي لا ذاك كلام اخر نسل فيك نسل فيك معناه لا 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 أنا اليوم مزلت ما خذيتش قرار ولكن نحب نبين للناس اللي تكلم فما ديون وفما مشاكل الديون لكل نظيفة قاعدين اي قضية تتحكم ضدنا في الفيفا نمشي واللي هي معناها فما اخطاء صارت في التسيير من المجموعة اللي عتيتها لامانة ما كانتش قدها اليوم قاعدين نخلص وتصير لك اخطي تتحكم عليك نخلصه في الوقت مش لازم نخلص قبل الوقت معناها عندي ديلين خلص فيه هذا من ناحية من ناحية اخرى النادي الفريقي عندها مداخيل وهذا هي هدفي اليوم نحبنا نخلي النادي الفريقي مرتاحة ما تستحقل حتى احد اليوم نادي الفريقي عندها من هنا نهاية الموسم ولا بداية الموسم القادم نوصله المليون دينار في الشهر 12 مليار ما فما حتى جمعية دخل في 12 مليار في العام اعطيني جمعية دخل في ربع القيمة هذي ما فماش هذا هو معناها اليوم انا كنجي غدوة قدام للكروبيستي نقول له الحمدول خذيت رجعت الفريق لمكانه الطبيعي ووفرت له مداخيل سنوية مش ما يستحقل حتى احد وتنتهي العملية خائبة هذي لا 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 ما نحكي نقول فيه مش خطره ضد النادي الفريقي ولا لا معناها التوجيه نحكيو على نصف مليار راه نحكيو على نصف مليار دينار دخلوا معناها نصف مليار دينار اصرفتو انتي ما تحكيش هذيكا لها فما فلوس الحمدول لا لا في تونس في تونس ال 450 هذو ما تصرفوا ايه تصرفوا مشيو تبخروا ايه عادش بيه تصرفوا وين وين تصرفوا يتصرفوا في تونس يباهي في تونس مش تصرفوش الكلوب هذيك احطها على جنب فما ناس المطابع الناس الموظفين الناس اللي تخدم استفدوا منهم التوينس معناها لما انا ما هزيتش فلوس حطيت البر برا مشيت هذيكا رغبتي انا نحب اخويا عندي فلوس مش مش نموت ونخليها ما نحبش نحب نستثمرها في المواطن في لحظة الصفية ايه قدش نارتك ما عنديش هذيكا هو كملت معاش عندي تحبكا انا في لحظة لا معناها غريبة كيفاش احنا زدها روح عنا عوج كبير تجي تونس يفعوذ الراجل اللي جاي بفلوس ويخدم ويعمل هذيكا قناعتي انا كتونس ينغش انتي قناعتي وانتي عنيش ما تجيش اللي حل حسابيات البرة وقاعدين صفقات في اليوم عليش نسما احتجها احتجر في تونس ايه تيهربوا في الفلوس البرة ولا وسوقوا السوداء كدس وخذ ووقتي فلوس هنا وخذها في دبي ايه وين تحب ايه وين ما تحب هاوكا غاديكا وحل كونت وفي العالم الكل معناها الفلوس خرجت عليش وانبعد جيت تحاسب معايا انا اللي انا جيت حبيت نخدم عليش معناها اليوم فهموا مشكلة الناس يزم تقتنعك وانو وراو فهم عباد يحبوا يخدم بلاتهم اخوان حب نعيش انا حب صغاري رواح بيهم نعمل لهم وضع يعيشوا في تونس نبني لهم مستقبل هما وصغار التوانسل كل شنية المشكلة خاتر انا ما نأمنش بتكديس الفلوس ما نحب انا راني ما نحبش برشة فلوس هكا مكتس بكش خاتر ما تعبتش عليه زعمها هكا ما نعرفش نسأل فيك شؤال انا عندي اخي بلك عملت صفقة انا وراقدة غاديك وانخواتكم هما الفلوس قاعد نصرف منهم حات كتس بجنبي لا انا عندي مشاريع وعندي حاجة عندي مداخلي اليومية قاعدة موجودة في الخارج وبيهم بعد اليوم انا شنو مش نقعد عايش وسافر وطلع واهبط ويخدم ويزي تطور خلنا نحب نطور في تونس انا نحب الملفات هذية انا عنديش الحق نسألك شنو مشاريعك البلد ومعنيهم مسألة تخصك الملفات الملفات هذية من المفروض كون تتسكر وفما عدت رجال اعمال كيفيانا يلزم نسوي لهم وضعيتهم وانا يخليوني ما يجيش عملوا عليها حملة نقول كل ما يقصوا اشترها في التاسعة ويسوقوها وحملة تصير انا مهبول باش نستثمر في تونس مش هذا القصد عملوا لك انا هذا القصد ولكن نستثمر انا شوف في البارح قلت لهم انا قطب قضائي من المفروض في الهيئة العليا الاستثمار فما مجموعة من المفكرين وملكم الناس الاقتصاد يقول لك هذه تطوينة وباش نعملوا لحل هكا هنا عندي منطقة حرة هنا عندي ادوكيشن سيتي هنا عندي هيلث انت كير سيتي معناها مجمعات كبيرة اللي نجيبو فيها الناس من بره اليوم ما فماش ما خلوناش حتى نحكيه وعلى برنامجنا يعيشك في المشاكل او يخترق لك الحزب او النواب او قضية وكهو تقعد كاكت عارك عايش في عارك وما تخدمش الاساس اللي انت يجاي من اجله اما انا غيذوني 450 مليار انا غيذوني بصراح انا والله ما حركولي حتى شعر تحب هكا عادي خاتر ممشيوش حرام ممشيو في بلاستهم وانا مرتاح كونه صرفت ممشيو في قدم عشرة مرات المهم يكون المناخ طيب بي انا مثال تونس يقول العظمة ما تقول طق كانوا فيها شق هلا العبادي اللي لو جولك اكيد عندهم معلومات يجيبها ما نجموش يثبته هاتها ما نجموش يثبته اه دب الرأسه مش تعملي نعملي له معناها مش نقعد ندافع على حاجة مش موجودة مش نقعد نهار كامل ندافع على روحي بفرق هار قديش انا من 2011 من جويلي 2011 توا جويلي 2017 هذو ما قديش ستة سنين عاتيني واحد جيب بربع تفصيل هاك صغير تي مشاوراو تعبوا جميع مشاور ليبيا وعملوا اتصالات وهات عاتين ما فما حات شي معناها حرام دي جاء حتى احباط للعزيمة حتى تعشاب التونس يقول لك سليم الرياح صغير لا في تونس المجموعة الشياب هذو من تعنا يقول لك صغير تلك كلهم على بعضهم الشياب اللي في السلطة اه بلا خطر الشياب اللي في السلطة واللي يجري وراء السلطة يبدأ بالمرزوق وانتي هابط يقول لك انتي عندك فلوس صغير معناها ركسارك اما كان جاء انجليزي وامريكي ومن عشر منين عنده فلوس عمره 28 سنة بتأتي يتعدى عادي هذي المشكلة هذي الشباب هو مش يثور ان شاء الله ان شاء الله هذي ترجم تعطي نصيحة للشباب اليوم كفش تولي مليونير عمك 28 سنة عندي برنامج زي هك قاعد نحضر في بروغرام كيف تصبح مليونير وعمرك 28 سنة يعني هكملت قرائتك افانت كاتران ولا افانتون عشي ديهايك بر عملت تكوين مهني وكذا اخرجت افانتون ثمانية سنين عاشر سنين نعمل لكسوم عاشر سنين تولي ثري اي مش الناس الكل يحبوا يولي واثرييرا اليوم اخوياني نحب انت يا ذاك يلزمك تخدم على روحك ويزمك تتبع مجال فيه مجال فيه فلوس يعطي اضافة اكثر من المجالات الاخرى ويزمك تخدم صباح والليل ويلزمك بلاد فيها الفرصة متاح مش مسكرة هذا هو اللي يلزمنا يلزمنا نحلو نحلو الفرص مش نعاودو نقسمو الثروة على نفس المجموعة الأولى اللي كانت تخدم في إطار الحكم في إطار السلطة هذا اللي قاعد تصير في تونس ما فماش واحد يجي تنتي كانت جيل واحد وتقوله شاب جايك كل تونسي عنده مشروع في مخ وينجم يتبقوا اما يجيه تجيه تقوله برا مشي يخدم يقولك نمشي للبانكة كانت الدولة ما تتبنىش أبنائها هذا عليش هوا الشاب وينجم يتبنىش عندي أنا بتقتعريف بتقتعريف كهو بتقتعريف وش هذا هذي كهي بتقتعريف وش هذا أما الدولة مش متبنيت ومش نتاحها معناه يلزم اليوم رئيس الحكومة والدولة هذا البرامج ستعمل كيفش نتبنىو شبابنا ونعملو بنك مشاريع ونختار وتنتلق العملية سهلة ولكن يلزم إيرادة سياسية ويلزم الدولة تتبنى ناسها ولادها وشبابها سمحني سمحني هذا برنامجنا احنا بين بالنسبة ليه أنت مبذر الساعة ماكش مثال ماكش مثال مبذر 450 مليار تبذروا تبخروا مشاوش في جيوب تفرتوا معناه ما مشاوش في حاجة تصلح لا لاشنو حاجة تصلح مفرتين مشاو عاتيني مليون أنا نفرتوا على أصحابي لهنا كنت نجنع بيه حانوت متاع حمأس مثلا لا ذاك موضوع وشكون قلق وشكون قلق احنا معاو نشع بيد وناس حلت حلت مشاريع صغرى وهذا ذي موجودة عندي موجود الكلام هذا شو مش نعطيك التفاصيل انت عكل دينار وين مش مش معقول فهم عملنا كل شي احنا رو كل شي عملنا اما اليوم نحب كبرى هذي هي من نجم زادان اليوم علاقاتك ما زلت طيبة مع ولاد القذفي ايه علاقاتي طيبة مع الناس الكل اما ما عندي شاتي ساب ما فماش تواصل ما يقول لك عليش انقطع التواصل هذي معهم توين الناس في الحبس وين مش اتصل بها فهم اللي مش في الحبس اشكون ما ما كنتش نعرفهم الكل انا زاد اه ما نعرفهم شكل جمعتك في الحبس لا معناها اللي كان صديق قريب معناها هو الله يرحمه مع تصام القذفي معناها توف اما سيف نعرف معرفة عادية ما فماش علاقاتها قوية به الاخرين لذيكم هما عايشة زاد اما نعرف زوجها ونعرفها هي موجودين في عمان ما فمحتى مشكلة مرة تصل بي انا زوج عايشة قال لي نشوفه على الفيسبوك واحدة قال لي احنا بعاد على حكايات هذه والله والله كلمني كلمني عن طريق صديق لي بي جاي قعد بحذية في الدار وقال لي حميد عادة هو لي اهلا بيك شنو حوالك شنو حوال الدكتور قال لي رووا انتبعوا في فيسبوك روحنا معنا حتى شايف الحكاية يدبروا روسكم انتم رووا في بعضكم منذ مجمعتكم جبهة الانقاذ من يترأسها فيها مجلس انتع أماني اليوم احنا عنا اجتماع نهار الجمعة لطرح عملية الهيكلة وفما مقترحات ستقدم هي هيكل جبهة الانقاذ اللي اكيد مش كون فيها مجلس اماني فقط ما فيهاش رئيس يعش نتقرسمي واتو باش تتحدد معناها فما مقترحات ومش نخوضوا فيها واكيد باش نعملوا لهيكلة واضحة كل هيكلة سياسية فيها رجل الاول والثاني والثالث والرابع شوف في اليوم احنا هدفنا عملية التجميع مش باش نخلقوا شكون الول وشكون الثاني ومبعد هذهكة تاخد طريقها بطبيعتها العمل هو اللي يبين شكون الول وشكون الثاني وشكون الثالث وليس سنداج شبهم لا لا معناها بالليس سنداج نعرفوا شكون الول شكون الثاني لا بالخدمة بالخدمة بالعمل بالعمل واحنا ما عناش مشكلة باش نتنافسوا على المناصب شكون الول وشكون الثاني اليوم الفايدة كون نكونوا مع بعضنا نقدموا نعطيوا اضافة نبدلوا المجهة نخلقوا توازن وننطلقوا من بعد سهل ما نشبش نتخلفوش عليها هذي النقطة هذي رو ما فيهاش خلاف انقاذ تونس من شنو؟ من يوسف الشهد من حافظ قيد سبسي من البيجي قيد سبسي من رجل غانوشي لا ما احنا اليوم عنا برشة استثمار وجو اليوم شيخي لا 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 اليوم اليوم انتي عندك احتجاجات في تونس كامل اي عملية سياسية هي ضد طرف سياسي او اطراف سياسية يقودها رجل سياسي اليوم احنا انقاذ تونس من سهلة العملية من المنظومة اللي موجودة اليوم اللي هي نمثلها انا في زوز عائلات رجل غانوشي والبيجي قيد سبسي سهلة ما فيهاش علم اليوم حتى معناه فما اتفاق باطني مش غير واضح للعموم كونه ناس قاعدة متفقى مع بعض ما نقولش لا نهضة ولا نيداء خطر نيداء بالنسبة لي انا ما عادش موجود فما نيداء النيداء الموجود هو لي دخل في جابة الانقاذ طبعا نيداء الحقيقي طبعا مش تقول لي طبعا اكيد ولكن المجموعة الاخرى المجموعة الاخرى ما عنده حتى دور لي مش نوال شهو عليك بيوسف الشهد ما فيه مش ما فيهاش اتصال ما فيهاش اتصال واجهله ساعات نصائحة عن طريق الاعلام فقط لنكلمه ولا يكلم لي شهو مش يكلمه شهو مش يقول لي شهو مش يقول لي يقول لي راكب الليم نزل علي يرخف شوية فما حد شي نخدم على الروحي عندي عندي مساج يلزمني نوصله للتوينسا نوريهم الوضعية اللي موجودة اليوم وهذا هو هذا اللي قاعد صاير اليوم شكرا شكرا رئيس نادي الافريقي او رئيس الاتحاد الوطني الحر ايضا شكرا شكرا بارك الله وفيك اكساحة